تظلونا نستكشف هذا بلضبط اوف والله فيدينا نستكشفه او ليه اوف اش بدنا نطير يا اخوان او ليش السلام عليكم نبدأ ابو صلاة علينا بي انا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في هذا الفيديو تستكشف كامل للمودة جديدة اللي رح ينزل عندنا بالتحديث تجديد 3.3 اذا اريدكم التسريبات بشكل كامل اضافات المودة جديدة تسريبات المودة جديد والتحديثات جديدة وكمان اخوان تسريبات بشكل كامل اللعبة بوب جي موبايل وكمان اكواد جيروب بوستر حساسيتي واعداداتي وكمان اخوان نجهز لكم مسابقة وجائزة جدا قوية رح تكون اخوان على قناة تخبار بوب جي على التلقرام رح اقليكم الرابط مثبت باول تعليق وكمان بالوصف تروحونا على قناة تخبار بوب جي بالتلقرام وتنضمون فيها واهم شي اخوان الاشعارات شغلعتكم عشان الجائزة متفوتكم التسريبات الجديدة متفوتكم اكواد جيروب بوستر والحساسية والاعدادات ان شاء الله مثل ما ذكرت الرابط مثبت باول تعليق وكمان بالوصف لايك الفيديو وبدنا نوصل هذا الفيديو واقل اشي خمس طرف لايك وليم ومشترك فرطنا ونبدأ بالفيديو ونقول بسم الله طبعا اخوان هذه مراجعة شاملة للمود من اصدار البيتة طبعا اخوان رح نكتشف مود اطلانتس كلاته بشكل كامل مع بعض طبعا اخوان مثل ما تشوفون هذا هو اللوبي او ساحة الانتظار لا لا اخوان اشي هادي مو كثير معجوق مثل المودات اللي سبقت اطمان اخوان ما يضفون شغلاتي كثير باللوبي عشان ما يكون معجوق طبعا اخوان هذه هي تمام دخولتها الطيارة نشوف كيف الوضع رح يكون اولا يا الدخول اوف اسماك وحيتان وقروش والامور طيبة بس طيارة طالعة من البحر طبعا اخوان هذا الطيارة بشكل كامل مثل ما تشوفون اتمنى اخوان انه يكون في اكثر من مود رح نفتح الخريطة ونشوف لا لا ممتاز اخوان في مودين اكبار بالبداية لانه اخوان مود واحد رح تصير كثير عشقة والناس رح تنزل بوق بعضها في فضل اخوان انه يكون في مودين عشان الناس تتوزع باليمين واليسار طرفون اخوان اذا كان في مود واحد رح تصير كثير ذقط وحط يصير لادو تكتايع بشكل جدا كبير الحمدلله انا في مودين طبعا اخوان رح ننزل فعليا على المود الاول ونشوف كيف الوضع مستكشفه مع بعض اوه في الدخول تحس حالك نازل في مكان غير ارنقل تحس نفسك نازل خريطة ثانية اطلانتس يا اطلانتس ان شاء الله اخوان يكون مود كويس ويعوضنا عن هذا المود الحالي لانه هذا المود الحالي جدا سيء طبعا اخوان مثل ما شفتوا بعد ما تفتح معنا البراشوت بدك تسبح بدك تسبح حتى تنزل المود لجوه وللأمان اخوان باستكشافي انه اللاعب يسبح كثير اتمنى اخوان بس ينزل المود بشكل رسمي انه ما يسبح بهذه المودة شوف اخوان صار له ساعة يسبح حتى ينزل لتحت فما تقدر تشيل اسلاحك اعتقد تقدر تضرب بوكسات الدمجة اللاعب اللي قدامك اذا كان هذا جنبك من اللاعبين خلونا ننزلي اخوان بهذا المكان طبعا اخوان تعرفون اصدار البيت مو بشكل جدا رسمي او واضح ولكن اكيد تسعين بالمئة يجي هذا المود اكيد يعني او هذا الشكل راح تتعدى عليه كلير اضافات خلونا نلوت شوي اخوان وراح نستكشف المود مع بعض خلونا نبدأ من البداية ونحن رايحين بشكل كامل هذا هو طرف المود اكيد اخوان ما راح ننزل الا نستكشف المود بشكل كامل بس بدنا نشوف هذا الطرف اوكي اخوان بس تطلعون شوي على الطرف اللاعب يصير يسبح معك لانه تقدر اثناء السبح ترتفع لفوق مثل ما تشوفون اخوان حاليا خلونا نسبح شوي ونستكشف المود من الاطراف حتى البداية ان شاء الله ما يكون هناك مكانات كمبر روسية اعتقد هذا المكان الذي تقدر تطلع منه لبرا تخرج خارج المود لا راح نطلع اكيد اوف والله تقدر تطلع خارج الاطار تقريبا والله اخوان ان شاء الله يكون مود كويس للأمان اخوان المود جدا كبير للأمان اخوان المود كبير مثل ما شفته يعني مو مكان ومكانين مكان جدا كبير تحس حالك نازع على الخريطة كاملة والله اخوان هذا نوعا ما سلبي وايجابي لان اخوان سلبي ان شوية المودة كبيرة تظلوا شخص شخصين المصعب تلقاهم ولكن بالنسبة للإيجابية انك تقدر تنزل بمكان انت وسكوادك او حتى اذا كانت لحالك في لعب سلو سكواد تقدر تلوت بأريحية وتبش شوية شوية على المود عشان اذا نزلوا اربعين او خمسين لعب بنفس المكان لا يستطيعوا تقطيع والناس تكون جنب بعضها حلو اخوان للأمان اخوان مود انا احسه شوية رح يكون رايق ان شاء الله لانه شوية كبير مثل ما ذكرتي ايش هي بالضبط العين السحرية ما نقدر نفعلها بالبداية خلون اخوان نستكشف اساس المود اللي هو البناء الكبير هذه اعتقد انك تقدر تطير فيها لفوق ما هنطير حالين اخوان خلان ندخل لجوه خلو طبعا اخوان البناء جدا كبير مؤلف تقريبا من طابقين او ثلاث طوابق وللأمان اخوان في اشي سلبي اه بهذا المبناء انه كمان مفتوح من كل مكان من كل مكان اه الاشخاص رح تدمجك هذا الامان اخوان انا اعتبره سلبي يعني اذا انت ماشي من جوه او ماشي من فوق اذا في اشخاص يمين او يسار يقدر يدمجونك شوفان اخوان من كل مكان في فتحات مثل ما ذكرت هذه ممكن تقدر تطير فيها لفوق خلونا نستكشف داخلية المود حاليا ايش هاي اللوحة ايش هاي اللوحة ايش هاي مود سبونج بوب بلا اي اسطح هذا اللوحة شفيقة هاي ايش في ذا الوسطى اكيد فيه لوت او صناديق لوت خلونا نستكشف هذا ايش بالضبط اوف والله فيدي نستكشفوه او ليه اوف اش بدنا ننطير يا اخوان او ليش اوكي اقطعنا لوت طبعا اخوان بصدار البيت ما فيك من تشوفونا اللوت اللي يعطيك ميه بشكل رسمي على ينزل المود بشكل رسمي مثلا او 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 اعطيك هذا الاسطح بس اكيد رح يعطينا اسطحة ثقيلة هنا ايش صاير اوف اعطاني خاصية خلينا استكشفها خاصية العصار ايش رح يصير بالضبط اكيد ما حيعطينا لوت اكيد فيه خاصية ممكن يطير اللاعب او ايش حيصير تماما يا عيال اوف والله صار صارت سونامي اوف لك اخوان اقرقنا المود ما اقول يا اخوان اللاعبين يقرقون بهذا المكان يعني او يتدمجون او ايش حيصير بالضبط اوكي طيب غرق المود وبعدين انت داخل البحر وفي مطر تفضل بس يا اخوان الاعصار هذا ايش خاصيته بالضبط ايش حيصير مثلا يعني اللاعبين يتدمجون اللاعبين يطيرون يقرقون دعونا نجرب هذا اخوان سنطير لفوق هلو تقدر تستكشف المود بشكل كامل حلو هاي اضافة حلوة ولكن معقول يا اخوان انه حدا اذا كان في احد جو يقدر يدمجك يعني الاشخاص اللاعبين ممكن يشوفونك يدمجونك اذا كان محد يقدر يدمجك ممتاز عشان تقدر تدور لناس بشكل اسرع هذا قطيع اسماك اولا بوب جي والله اخوان اعتقد رح يصير فيه شوية لانه المود كبير وفي كثير افكتات سوف يصير فيه لاقو تكفيع ان شاء الله اخوان بالتحديث جديد يحلون عندنا مشكلة اللاقو التكفيع والدمج الوهمي والله هي اخوان مشكلة جدا سيئة طبعا اخوان جميع الاضافات جميع التسيريبات اخليكم الرابط مثبت باول تعليق وكمان بالوصف اذا تشوفون افاقات المود ايش طائب المود جديد ايش هو التقييرات والتعديلات والتسيريبات كامل التحديث جديد الرابط مثبت باول تعليق وكمان بالوصف وكمان اخوان رابط الحساسية والاعدادات موجودة بشكل كامل طبعا اخوان طلعنا اعلى المود فوق البحر اعتقد ما نقدر نطلع بشكل كامل او ما سنكمل تقريبا الاخير اخوان خلونا نرجع ننزل جوا ندخل على المود جوا اخوان وخلونا نطلع وشوف كيف راح يكون تسجيل الخروج من المود طبعا لا تقدر تشيل اسلاحك تقدر تضرب بكوس او خاصية نفس خاصية السيف هذي دعوني اخوان حاليا نخرج نفسك ادخيل الله حلو اوووووووووو اي الخروج الخروج حلو حلو ل الامان الافكت كتير حلو طبعا اخوان هذا هذا بنسبة الاستكشاف المود والان شاء الله اخوان سنزل مقطع ثاني ايفيش هي الاضافات ايفيش في اضافات ايفي خاصيت كلها راح نزلها اخوان حبايبيهن بكل مصد نهاية الفيديو وشكر الله حضركم بشادة الفى دور وللاخير مثل ما ذكرت اخوان بشكل كامل الجوائز الحساسية والعدادات وأكوات جي روب بوستار رح خليلكم الرابط مثبته بأول تعليق وكمان بالوصف رابط قناة تخبار بوف جي على التليجرام ومثل ما ذكرت اهم شي خلوا الاشعاره شغاله عشان متفوتكم اي حصريات على قناة تخبار بوف جي بالتليجرام سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفرك اتوب وليك اوصيكم ثم اوصيكم ونفسي بتقول لا ولا ادخلوني اخوان اللعبة او اي شي كان ينهيكم عن ذكر الله وعن صلاتكم هشوفكم في فيديو جديد السلام